روسيا ممكن أن تطور الطائرات المسيرة الإيرانية تساعد إيران بشكل أكبر لجعل هذه الطائرات أكثر فتكاً وكما تعلم واحدة من النقاط التي تستهدفها إيران بين فترة وأخرى هي إقليم كردستان والأطراف الإيرانية الكردية المعارضة هناك بهذه الطائرات المسيرة هل تعتقد إذن إن كانت الأمور ستستمر بهذا الشكل وطائرات تستخدم من قبل روسيا وترسل من قبل إيران أو العكس أيضاً ألا ترى بأن من حق دول مثل العراق أن تطلب منظومات اندفاعية أو على الأقل إقليم كردستان لحماية المنشآت أو البنى التحتية أو الشركات الأمريكية أو البريطانية التي تعمل في الغازة الطبيعية وغيرها ألا ترى إذن هذا شر لا بد منه نعم قطعاً وكما رأينا فإن الولايات المتحدة تدعم وضعها في الخليج الفارسي الولايات المتحدة أضافت طائرات قتالية بما في ذلك الـ F-35 وبما في ذلك الـ A-10 والقوى الدفاعية والدفاع عن الصواريخ والولايات المتحدة تساعد شركائها وكردستان وبغداد هم من شركاء الولايات المتحدة إلى حد كبير الولايات المتحدة تساعد شركائها الولايات المتحدة بتكنولوجياتها تساعدهم على أن تهزم هذه الطائرات المسيرة وتهران وروسيا لا يقدران جيداً قدرات تكنولوجيا الولايات المتحدة ودوماً يندمون بأنهم لم يقدروها على النحو الصائب فالولايات المتحدة لديها طيفاً واسعاً من التكنولوجيا لهزيمة هذه الطائرات والصواريخ الإيرانية والزوارق المفخخة الإيرانية الولايات المتحدة لديها أعداداً مهولة من التكتيكات والأسلحة لهزيمة الجهود والهجمات الإيرانية لا شك في ذلك